تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي إنجلترا اللي بتيجيكم بشكل شبه أسبوعي كل يوم أثنين حلقة اليوم حبعد عنها عن المباريات لأنه نبدأ أتكلم بقضية أكبر وأوسع وحتحتاج وقت كثير عشان نخلصها ونلخصها حلقة اليوم اللي جاءت نتيجة تعليقات كثيرة في الحلقات الأخيرة اللي كنت أطرحها يوتيوب تأثير الاتفاق اللي صار ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خروج نعم بين قوسين من الاتحاد الأوروبي وما هو هذا التأثير على كرة القدم الإنجليزية على المستقبل الكرة الأوروبية ربما حنشرح بهذا الفيديو بالتفصيل حلقتنا اليوم فيها ثلاث محاور اللاعبين الحاليين شو حيصير فيهم؟ تأثر البريمير ليج من حيث سوق الانتقالات ومسألة التعاقد مع اللاعبين والشي الثالث التأثر العام للبريمير ليج بما سيحدث في بريطانيا وليس فقط بما سيحدث في كرة القدم اللاعبين الموجودين الآن مفيش تغيير عليهم كما هو متوقع وكما كان المنطق يقول فقط المطلوب يقدم طلب للبقاء أو سيتم اعتماده بغض النظر عن أي شروط تتعلق ببقاء اللاعبين هذا الشي حيعزز ثلاث أربع مواسم موجود لعبين داخل إنجلترا معهم بتصريح عمل بيعطي وقت للأندية الإنجليزية تعمل خطط جديدة واستراتيجيات جديدة بناءا على القرارات اللي حتصير واللي عم بتصير يعني خلينيحكوا محاولوا يحافظوا على أقل الضرر وهذا يحسب لهم كبريطانيين الآن إنه لا بدناش نغير شي تقدروا تكملوا في اللي عندكم الآن نذهب للانتقالات وهي القضية الأصعب والأعقد بما يتعلق في الدورة الإنجليزية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي رسميا مسألة اللاعب الأوروبي أصبح الآن أجنبي يعني الألماني أصبح بدو تصريح عمل الإسباني أصبح بدو تصريح عمل تم تصنيف بطولات الدنيا الأساسية إلى تصنيف 1-2-3-4-5-6 الدوريات الخمسة الكبرى الدرجاتها الأولى تعتبر درجة أولى هذا الشي بضمن عدد كبير من النقاط اللاعب اللي جاي لو جاي من نادي بلعب بدوري أبطال أوروبا أو فيزلو بدوري من هاي الدوريات حيكون سهل يتسجل يعني الطب بلايرز خينسميهم والجود الأعلى في أوروبا ما زالت أنديت البريمير ليجي عندها القدرة تجيبهم لكن لما تيجي تجدده تصريح العمل لاحقا لازم اللاعب تكون عم تستعمله مش جايب لعب مهم من الدوري الإسباني وحطوا احطيات وبتدفع له فلوس على الفاضي الإنجليزي عم بشوفوا هنا النظرية كانت موجودة عندهم زمان إذا بك تجيب واحد احطيات جيبوا إنجليزي تقليلي فلوس في البلد بين قوسين فهذه المسألة ستكون بدها تخطيط أكثر يعني ما بتجيب لعبين تجرب هذا بديه وهذا بديه شيئا هصير بدها شوية تركيز من المدربين الأخطر والأصعب على الكرة الإنجليزية هو قانون المواهد سيسك فابريجاس بيليرين بوكبا مش هيتكرروا بعد هيك ببساطة ليش لأنه تحت 18 سنة معدد الأندة الإنجليزية تقدر تعاقد مع لعبين شباب مش إنجليز أو بريطانيين وبالتالي هذا الشي حيجبرهم إنهم يستنوا لـ 18 إلى 21 حتى بهذه الفترة السنية حسب القانون الجديد مسموح لـ 3 لعبين فقط مش بريطانيين يعني فكرة تجيب 10-15 موهوب أوروبي وتحطهم بفريقك وتاخد منهم 6-7 انتهت والتغت هذا الشيء هيأثر كثير على مستقبل الكرة الإنجليزية من حيث سوق المواهب هم يعتقدوا إنه هذا سيشجع المواهب الإنجليزية تتطور وكلب إلو كلام أنا أقنعني قال مستحيل تقلق موهبة لما تجاهل وجود موهبة أخرى مش هيك تخلق المواهب اللاعب بيتطور لما تلعبوا مع لاعب ممتاز يعني لو عندك لاعب إسباني عمره 16 سنة كويس وتلعبوا مع لاعب بريطاني عمره 16 سنة كويس حيتطوروا لكن لما تجيب هذا الكويس لبريطاني وتلعبوا مع لاعب سيء بريطاني ثاني مش حيتطور وكلب استشهد بشيء ومنطقي قال شوفوا نتائجهم بالملتخبات كيف حتحسنت لما زاد استقدام المواهب الصغير في الحمر من برة هذا القانون تاع المواهب وقانون الأوروبيين الأجانب حيشجع الأنديين البريطانية إنها تروح تشتري لاعبين من البرازيل الأرجنتين المكسيك كما هو متوقع في شركة توظيف بريطانية نشرت دراسة قالت هناك 550 لاعب في البرازيل الأرجنتين المكسيك اللي تصنفه بالمصنف الثالث أو التصنيف الثالث في الدوريات المسموح للتعاقد معها وقالت هذول اللاعبين جاهزين يجوا بموافق التصريح عمل هذا معناه الأندي اللي ما بدا تدفع كثير فلوس ممكن تروح تجرب تجيب لاعبين برازيليين أكثر أرجنتينيين أكثر مكسيكيين أكثر فممكن نشوف نوع غير معتاد عليه في الكرة البريطانية أنا مش متعاودين نشوف دائما هذي اللاتينيين بعدد كبير في إنجلترا لكن أيضا في شغلة ثانية عتضر للشامبيونشب بالتغييرات نتيجة نظام التصنيف أنديت للشامبيونشب كانت متعاودة تروح تجيب لاعب كويس من درجة ثانية الألماني درجة ثانية دوري فرنسي ومنهم لستر سيتي ورياض محرز رياض اللي ساهم بصعود لستر لبريمير ليج ثم الفوز بالبريمير ليج ثم بايعه بسبعين مليون يورو تخيلوا قيمة هذه الأشياء ماليا لستر ممنوع يعملها من الأنفة صاعدا لأنه تقريبا عدد اللاعبين اللي بالدرجة الثانية الفرنسية المؤهلين يقتصر عمل ممكن حسب بعض التقديرات خمسة عشر لاعب فقط فبالتالي هنا في مشكلة كبيرة عم تطلقها أنديتي تشامبينشيب إنها صارت مضطرة تستثمر أكثر في اللاعب المحلي وهو نظام دفع واضح إنه لأ جب بريطانيين أكثر ما بدنا النظام اللي سرنا نشوفه مؤخرا في أنديتي تشامبينشيب نصها أجانب إذن باختصار بالنسبة لسوق الانتقالات الأنديية الإنجليزية هتخسر بالمواهب هتضطر تدفع أكثر في اللاعبين اللي مسموح يجب تصريح العمل لأنه حيكون في تنافس أكثر عن نفس اللاعب من نفس الأنديية بعد ما قلت احتمالات اللاعبين هذا واضح في سوق الانتقالات في تأثير سلبي على الأنديية الإنجليزية إلا إذا كان في مواهب بريطانية فعلا قدرت تتطور خلينا نحكي الآن المحور الثالث اللي هو أنديية البريمير ليغ أو البريمير ليغ بشكل عام واحدة من أهم الأشياء الممكن يتأثر فيها البريمير ليغ سعر الجنهة الإسترليني طبعا رحت قرأت أنا مش خبير سعاملات فروحت قرأت في البي بي سي بالتليغراف شو بتوقعوا قال لك المؤشرات حتى الآن حسب الاتفاقية الجديدة إيجابية يعني في الجنهة الإسترليني ممكن يحابض على نفسه أو يزيد لو زاد سعر صرفه مقابل اليورو والدولار هذا شيء جيد للأنديية بريطانيا اللي معظم عقودها بالجنهة الإسترليني ففلوسها بتصير أكثر لللاعب بتصير تقنعه أسهل للأنديية الجنهة إذا صار مثلا جنهة عشرة بالمئة هذا معناه أنه صار بإمكانها تدفع للأنديية الأوروبية الأخرى أسعار أفضل من اللي كانت حتقدر تدفعه زمان فبتكون تنافسيتها في السوق أفضل سعر الجنهة شيء مهم جدا في مسألة قدرة الأنديية الشرائية لسه ما بنعرف في غموض على نتيجته حيبين كما هو متوقع خلال ست شهور الشيء الثاني من حيث البريميريليغ منعرف أنه قوة البريميريليغ الأساسية كمية النجوم اللي فيه من حيث القوانين الجديدة ما حيتأثر كثير ليش؟ لأنه مازالت دوريات الخمسة الكوبرا اللاعبين السوبرستارز بيأخذوا تصريح عمل مباشرة وبيكل سهولة ما إنهم بيلعبوا بريات دولية ولعبوا بطولات قرية فالموضوع سهل جدا لحصولهم فمن هذه الناحية البريميريليغ مش حيتأثر التأثير الأخطر بالمستقبل البريميريليغ ممكن فعلا يواجه مشكلة مواهب ممكن يصير يشوف لعبين عاديين في أندي كوبرا نتيجة أنه والله مش هيزبط تظلهم يشتروا لعبين جاهزين كبار لأنه أنت لما تجيب لعب من إسبانيا عمره 16 سنة ما بيكلفك كثير بعدما يصير سوبرستار بلعب معك وبعدما ترجع تبيعه هذا مصدر الدخل حيختفي مش حنشوف تأثيره بيوم ويومين ممكن نشوف تأثيره بعد 4-5 سنين إذا المواهب الإنجليزية ما تطورت كما هو متوقع منها أو كما تتمنى الرابطة والاتحاد الإنجليزي هنا سنشوف الأندي الإنجليزية عم تضطر تحط لعبين عاديين في الملعب أكثر وأكثر فهتقل متوسط جودة الفرق الكبرى على الأغلب في البريمير ليغ طبعا البريطانيين خارج بلادهم حيتأثروا لأنهم حتعمل تكم معاملتهم معاملة الأجنبي بس هذا الشيء مش مهم بالنسبة للاعبين الإنجليزي لأنه كل 10 سنين تطلعونا لاعب برا بريطانيا بالعادي هم مستقري لكن هذا الشيء حيتأثر ممكن حقوق البث تأثر لأنه فيه كلام أنه بريطانيا أصبحت متحررة شوي من قوانين منع الاحتكار اللي يفرضها الاتحاد الأوروبي فممكن نشوف نوع أكثر عدوانية من بيع الحقوق رفع سعر أكثر حماية مستهلك أقل مش واضح حتى الآن مش متوقع يكون بأول سنة أو سنتين بس فيه ناس شاكي وقلقانة من طريقة بيع حقوق الدور الإنجليزي بعد سنتين طبعا الاتفاقية تعتبر اتفاقية جيدة للجميع وهذا لقى الرعب اللي كان سابق عند ملاك أندية البريمير ليغ إنهم المستثمرين يهربوا من بريطانيا الآن فيه شعور إنه لأ الأمور حتكون مستقرة وبالتالي الأندي حتواصل استثماراتها وعملها اليومي بشكل عادي فيه شي حاب أختم فيه كلامي وأقول البريمير ليغ مش دوري بريطانيا البريمير ليغ منتج عالمي يلعب في بريطانيا البريمير ليغ بشبه أمازون فيسبوك بتكون الاقتصاد الأمريكي منهار هم بيعلمونك أرباح مئة مليار فيه شي مش مترابط بينهم وبين دولتهم والبريمير ليغ كذلك ما إلو علاقة لا بمنتخب بلاده ولا علاقة بمواهد بلاده أصبح منتج عالمي برودكت عالمي عم بتسوق وعم بتروج ولمصلحة الجميع يستمر شركات عالمية بدها يستمر أندي حتى أوروبية لمصلحتها وجود البريمير ليغ قوي غني لأن البريمير ليغ عم بضخ في صناعة كرة القدم الأوروبية خارج بريطانيا لوحدها مليارات بالفترات قصيرة البريمير ليغ وجوده مهم جدا للتوازن الاقتصادي لصناعة كرة القدم الأوروبية عشان هيك ما أتوقع عدوانية تجاهه من الاتحاد الأوروبي أو من الأمدي الأوروبية أو الدول الأوروبية ما بتوقع الشركات الكبرى حتكون تخفف اهتمامها لأنه ما زال الجمهور هناك الشعبية ما زالت هناك وزي ما قلت لم يعد دولي محلي هو منتج عالمي يلعب في إنجلترا كما يقولون نصل هنا لنهاية هذه الحلقة بتمنى تكون وضحة الصورة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى